السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في الحلقة بتاعت النهاردة هنبدأ ان احنا نتعرف ازاي ان احنا نوصل ال او دراع التحكم الخاص بالبلاي ستيشن فور بشريحة الاس بي 32 ونبدأ ان احنا نشغل حاجات على الاس بي 32 باستخدام الكنترولر شريحة او الشباب الخاصة بالاس بي 32 موجود فيها داخليا واي فاي موديول وبلوتوس موديول هنستغل حتة البلوتوس موديول بما ان البي اس فور كنترولر او دراع التحكم بتاع البلاي ستيشن فور بيشتغل على البلوتوس فنبدأ ان احنا نربطه بشريحة الاس بي ونبدأ نستخدم الازرار اللي فيه ان احنا نعمل اكشن معين في الاس بي ده هيبقى مفيد فين لو انت عايز تعمل الروبوت وتبدأ ان انت تتحكم فيه حركة الروبوت باستخدام البي اس فور كنترولر فهتستخدم شريحة اي اس بي 32 وهتبدأ تربط بها كنترولر وتعمل الاكشن اللي انت عايزها من الكنترولر وتبدأ ان انت تنفزها باستخدام شريحة الاس بي الحلقة بتاعت النهاردة برعاية شركة بي سي بي واي تقدر تدخل على موقع بي سي بي واي دوت كوم وبعد كده تضغط كوت ناو وبعد كده وتبدأ ان انت ترفع بتاعك هنا وتختار المقصفات اللي انت عايزها دي المنتج بتاعك او التصميم بتاعك وبعد كده بتختار البلد من هنا وطريقة الشحن المتاحة وبعد كده وبعد كده بتسجل الدخول على الموقع وبتعمل حساب جديد لو انت ما عندكش حساب جديد وبعد ما بتخلص بتقول له وتختار وسيلة الدفع الافضل بالنسبة لي ايه اللي احنا محتاجينها النهاردة ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها النهاردة مبدئيا لازم يبقى عنده متنزل عليه ملفات الاس بي ثلاثين وثلاثين يعني جوة ملف او جوة البورد الموجودة عندك في اردوينا اي دي اي يعني بعد داخل الاس بي ثلاثين وثلاثين facing الاس بي اثلاثين موديول خلاص كده او development موديول لازم يبقى ده موجود عندك خلاص واخت enquanto موجود عندك إحايا تضيف شريحة الاس بي اثلاثين عندك في الاردوينا اي دي اي هسيب لك لينك تاختف وصف الفيديو بيشرح ازاي تضيف البوردات بتاعة الاس بي ثلاثين هنا. تاني حاجة محتاجين اللي من خلالها هنبدأ نربط دراع التحكم بالاس بي اتنين وتلاتين ودي كل اللي عليك هتلاقي برضو اللينك بتاعها موجود في وصف الفيديو تحت هتضغط على كود وهتقول له داونلود زي اي بي وتنزل ملف زي اي بي وبعد كده وبعد كده هنا في الاردينو اي دي اي كل اللي عليك من سكتش وتقول له اد زي اي بي هيفتح لك البراوزر وتبدأ ان انت تختار ملف الزي اي بي اللي هو باسمي بي اس فور طيب النقطة اللي بعد كده لازم دراع التحكم بتاع البلاي ستيشن فور طبعا انت بتبقى رابطه اعمله بيرت او عمل له عملية بيرينج بمعنى او صح او عملية رابط مع الكونسول بتاع البي اس فور او الكمبيوتر لو انت بتعمل معه على الكمبيوتر فالفكرة هنا انه هو متصل بالماك ادرس ليه البلوتوس موديول بتاع الحاجة اللي انت رابطه بيها متخزنة جواه فانت لازم تعرف الماك ادرس ده علشان هنبدأ نستخدمه ان احنا نعرفه على الاس بي 32 هندخله الماك ادرس اللي هو محفوظ انه هو مربوط بيه داخليا فبالتالي لازم نعرف الماك ادرس ده يا امتا نعمل له بيرينج من اول وجديد على ماك ادرس جديد بس علشان تقدر ان انت تتعامل بيه بحرية مع الكونسول لما ترجع تتربطه تاني بالبلاي ستيشن فور او كده فاحنا كل اللي عايزينه دلوقتي عايزين نعرف الماك ادرس الخاص بيه البي اس فور الماك ادرس هتبدأ ان انت تعرفه عن طريقة لينك لتطبيق اسمه سيكس اكسز بير تول المفروض ده تطبيق على الويندوز المفروض ان انت هتنزل التطبيق ده تستطابه عادي جدا وتبدأ تفتحه من الستارت مينيو بتاعتك هتلاقيه موجودة عندك بالمنظر ده اول ما تفتحه هتعمل للاتي هتوصل البلاي ستيشن كنترولر بتاعك او الدراع التحكم بتاعك عن طريق اليو سبي بالكمبيوتر اول ما توصله عن طريق اليو سبي بالكمبيوتر هيبدأ يظهر الماك ادرس اللي هو مربوط عليه الماك ادرس بتاع البلوتوس ديفايز اللي هو مربوط عليه سواء كونسول او ويندوز خلاص كده هيبدأ يظهر لك الماك ادرس هنا طبعا لو انت عايز تتشينج الماك ادرس احنا مش عايزين نتشينج احنا عايزين ننسخ بس الماك ادرس اللي هيظهر ويظهر بالمنظر ده تمام ده على سبيل المثال فما يظهر لك بالمنظر ده تقدر ان انت تنسخه تنسخ الماك ادرس ده بتاع البلوتوس ديفايز اللي هو متصل بيها وهنشوف هندخله فين دلوقتي تمام هنشوف هندخل الماك ادرس ده فين دلوقتي طبعا أنا نسخت الماك أدرس اللي هو مربوط عليه وهبدأ أعمل الآن دي من File بعد طبعا ما تنزل Library Examples وهنروح هنا لPS4 أو PS4 Controller وهنختار Connect اللي هي فوق هنا دي تمام كده أو المثال بتاع Connect أنا هرفع البودريت الـ 115-200 ما فيش سبب لده بس ده البودريت اللي أنا بتعامل معه على طول يعني وهبدأ أن أنا من التطبيق طبعا اللي هو بتاع 6 Axes اداني الماك أدرس فهبدأ أخد الماك أدرس بتاع الـ device اللي أنا بتتصل به أحطه هنا خلاص علشان الـ USB تشتغل لك إنها الـ device ده علشان الـ controller ما نعرفوش من أول وجديد على الـ USB ده الفكرة من الخطوة دي وأول ما طبعا ما يخلص هيقول لي ready وبعد كده لو اتصل بالجهاز هيبدأ يقول لي connected ده الهدف من الكود ده إن احنا نتأكد إنه هو هيتربط بشريحة الـ USB ولا لا طبعا بعد ما نخلص هنختار من هنا الـ USB 32 وهنختار الكوم اللي احنا ربطين عليه حاليا وزي ما احنا شايفين حاليا موصلين الـ USB 32 ولا يبدأ إن احنا نعمل upload للكود وهفتح الـ serial كده قبل ما اعمل upload علشان نشوف إيه اللي هيحصل بالزبط تمام هضغط على زرار بتاع الفلاش ضغطة مطولة لحد ما يبدأ رفع كده بدأ رفعه بأشيال ايدي ودي الطريقة المعتادة لرفع كود في الـ USB 32 موديول خلاص كده كتاب ready ready معناه خلاص إنه هو ادخل الماك ادرس لبلوتوس موديول بتاع الـ USB والمفروض الـ controller دلوقتي مدام هو متعود إنه هو يربط على playstation أو يربط على كمبيوتر فمتخزن فيه زي ما قلت لك حتة الماك ادرس فأنا خدت الماك ادرس عرفته على البلوتوس موديول اللي هنا فالمفروض إنه هيربط به على طول أول ما أنا أبدأ أضغط على زرار الـ start بتاع الـ ps4 أول ما أضغط على زرار الـ start سيبدأ يعمل plank في الأول بعد كده يديني الإضاءة المستمرة دي اللي معناها إنه هو حصل له connected وزي ما إحنا شايفين connected دلوقتي أو متصل بالـ USB ومكتوب connected خلاص كده فده الكود الأولاني اللي اتأكدت منه إن عملية الربط تمت بنجاح هنيجي على الكود التاني من file وexamples وps4 controller وreceive data هنبدأ ندخل الماك ادرس طيب بعد ما نفتح المسال ونعدل الماك ادرس زي ما قلنا هنيجي هنا نلاقي الأزرار كلها بتاعة الـ ps4 controller زي ما إحنا شايفين كمان بيعرض نسبة البطارية والحاجات كتيرة إضافية إحنا مش محتاجينها أنا فقط هبدأ إن أنا أحرق الكود الحالي علشان بس أوري لك يعني إن في حاجات كتيرة إحنا بقى مش محتاجينها هتحتاج أي أزرار منهم أي شغل منهم كده يعني محتاج الـ analog مش محتاجهم محتاج الأزرار محتاج الـ up down right lift زي ما إنت عايز يعني أنا فقط هركز على زرار الـ up وزرار الـ down وهو أريلك إزاي إن إحنا يعني نعمل طريقة معينة بحيث ما يعودوش إطباعه للـ serial عمال على بطار تمام حاليا أنا بس هستارت الـ ps4 وزي ما إحنا شايفين ده لك الـ battery percent أو نسبة البطارية طبعا لي مش صحيحة left stick الحاجات دي كلها بقى فيه حاجات بيجددها طبعا بشكل دوري يعني أنا وانا بضغط هوا left stick x اتغير والright stick هيتغير برضو بناء على القيمة وطبعا هو هنا بيطبع الإراية كل ثانية على serial monitor وفي حاجات بيحدسها بشكل دوري من غير ما أنا أضغط طبعا عليها زي الـ sticks تمام بيحدسها ونسبة البطارية بيحدسهم بشكل دور عشان كده قاعد يطبعهم طب لو انا ضغطت على الـ up button زي ما احنا شايفين up button down اهو right right button left button لو ضغطت على او الـ two button متين خمسة وخمسين طبعا هو ضرور analog فعلى حسب بتاعتك شكلها عامل ازاي على حسب القيمة اللي بتظهر هنا ولو ضغطت على الـ الـ one button نفس الكلام الـ one button وايه الانالوج بتاع الـ R2 تمام يبقى كده حتى حتى restart زرارة البلاي ستيشن الـ ps button اوه لما بضغط عليه بيظهر هنا عندك فكل حاجة دلوقتي بتقدر انت حتى press اللي موجود R3 والpress اللي هنا اهو R3 و L3 بيظهروا لما بضغط عليهم فكل حاجة في الـ controller موجودة عندك تقدر انت بقى تزبط الكود بتاعك بناء على الكلام ده طبعا انا مش محتاج كل ده انا فقط هاخد الـ up and down والباقي ده انا هحوله ليه comment او تعليق حتى كده تركاية معك ان انت لما تكون عايز تحولهم كلهم لتعليق بدل ما تقعد تعمل slash والكلام ده اضغط علم عليهم وright click وقول له comment خلاص كده هيحول لك كل الكلام لتعليق طيب انا بس محتاج اعدل هنا الدولي دي شوية او الـ if condition انا في البداية محتاج ان انا هعرف هقول له pin mode وطبعا جي بي اي اتنين هي اللي عليها اللي اداية البلت ان هعرفها كoutput وهنا في الـ asb 32 اللي اداية دي لما بتاخد لوب تطفي وبتاخد هاي بتشتغل عكس الـ asb 82 66 فانا هنا هاجي طبعا ده تعديل بسيط مع الازرار ولكن خلي بالك هيتطبع على السيريال طول ما انا ضغط up button او down button هيفضل يتطبع لي على السيريال الكويمة دي زي ما هنشوف دلوقتي طبعا وانا بعمل الـ الـ ps4 بيفصل يعني زي ما انت شايف هو فصل لان الـ device فصلت خلاص ready فهبدأ ان انا مرة تانية هيبدأ يربط معاه وزي ما احنا هنشوف انا هضغط زرار الـ up هيقعد يطبع up 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 زي ما انت شايف كده على السيريال هضغط down هتطفي يبقى هضغط up هنور الاداية هضغط down هتطفي ولكن الالتباع المستمرة في السيريال دي عشان نعالجها موضوع بسيط خالص وشرحناها قبل كده عرف mask one مثلا equal false وmask two مثلا equal false دول اتنين ويقول له هنا هو mask one equal equal false لازم الشرط دا يتحقق وهنا mask two equal equal false ولما نيجي هنا طبعا لازم نخلي mask one بي equal true عشان ما يدخلش هنا تاني لما اعكس له الحالة في الجهة الاخرى وخلي mask two equal false واخد الامرين دول كده واخد السطرين دول هنا واعكسهم طبعا شرحت الموضوع ده قبل كده كل اللي انت بتعمله بتعرف اتنين اولاني منهم طبعا بياخدوا كويمة افتراضية فولز فده معناه لو انا ضغطت هنا اول مرة هيعكس لي خلاص ماسك one يخليه بتروه فما عادش يدخل هنا تاني فمش هتبع حاجة على السيريال الا لما اضغطوا الزرار التاني هيبدأ يعمل ريسات للموسك فيبدأ يقدر يخش هنا تاني وهكزا تعال ان احنا دلوقتي نحرق الكود الحالي تمام كده طبعا هشغل البيس فور ما انساش طبعا هشغل الكونترولر لقى ان بيطفي وبعد كده هجرب زي ما احنا شايفين مهما اضغط فوق خلاص هي استجاب مرة واحدة فقط هعكس الحالة يبقى كده ما بطبعش على السيريال حتى لو انا مستمر في الضغط ففيش حاجة بتطبع لازم اعكس الحالة عشان يسمح لي يبقى انا كده زي ما انت شايف دلوقتي بكده نكون شوفنا في التطبيق ده ازاي نتعامل مع دراع التحكم بتاع البيس فور ونربطه بالي اس بي تقدر بعد كده تعمل تطبيقات تقدر تحكم في الروبوت بناءا عليه طبعا نخلي بالك ان انت لازم تبقى اوزن الرينج بتاع البلوتوز اللي هو اللي يتعد عشرة متر خلاص كده فلازم تبقى اوزن الرينج ده او داخل النطاق ده علشان يقدر يلوقت معك بكده كنت هتحلقة النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة